موسيقى القوانين العنصرية التي تقرها إسرائيل كل لها هدف واحد هو سركة الأرض كان ذلك أبرز ما جاء في مؤتمر وزارة الإعلام الذي جاء بعنوان الاستيطان الاستعماري وقانون التسوية العنصرية حيث ركز المؤتمر على مخاطر هذا القانون والتي كان من بينها تدمير كل آفاق الحل ذهاب سلطة الاحتلال إلى إقرار أكثر القوانين عنصرية ومنها ما يسمى بقانون التسوية وبالتالي أردنا أن نسلط الضوء على مخاطر هذا القانون في ظل سرقة الأراضي ما نشهد من قوانين بما فيها قوانين سرقة الأراضي الأخير طرق المعقمة البساطة المعقمة ما نشهد بكل الممارسات هي هدفها تدمير خيار الدولتين وقد ناقش المؤتمر التصعيد غير المسبوك المتمثل في قانون التسوية العنصرية الإسرائيلية الذي يضمن لإسرائيل السيطرة على أراضي فلسطينية خاصة في منطقة جيم وتشريع البؤر الاستيطانية لا شك أن ما يسمى بقانون التسوية هو تغيير في قواعد اللعبة وتصعيد خطير غير مسبوك تغيير الجديد في هذا القانون أنه يسمح بالتطبيق أو هو يطبق قانون إسرائيلي مباشرة على أراضي مملوكة ملكية خاصة فلسطينية وهذا الأمر يحدث لأول مرة وهو مؤشر على توجهات نحو الضم وتوجهات نحو تطبيق قانون إسرائيلي مباشرة على مساحات واسعة من الضفة الغربية هناك بعد قانون التسوية الذي يسمى بقانون تسوية الأراضي والذي هو محور هذه الورشة اليوم هذا القانون لا يستهدف فحسب تشريع البؤر الاستعمارية ولكنه يمكن حكومة الاحتلال والمستوطنين من الوصول إلى أي قطعة أرض يريد السيطرة عليها سواء تحت حجة الاستخدام الزراعي أو التجاري أو الصناعي أو السكني وتمتد الخطورة الاحتلالية لتشمل فلسطينيين داخل وسط مطالبات بموقف عالمي أقوى مما هو عليه الآن ضد إسرائيل الآن بما أن سياسة إسرائيل أصبحت مكشوفة وعلنية بما يتعلق بضم الأراضي الفلسطينية وبما يتعلق بمنع إقامة دولة فلسطينية يجب أن يغير العالم من سياسة تجاه إسرائيل ماذا ينتظر؟ وبحسب ما جاء في المؤتمر فإن عرد المستوطنين في الأراضي المحتلة بلغ ما يقارب ستمائة وعشرين ألفا منهم أكثر من مائتي ألف مستوطن في القدس في حين بلغ عرد المستوطنات أكثر من خمسمائة وسبعين مستوطنة حيث تشكل هذه البؤر أكبر خطر على الأراضي الفلسطينية إلى جانب جدار الفصل العنصري الذي يبلغ طوله أكثر من سبعمائة كيلو مترا حال اكتماله جهد قاسم تلفزيون وطن رام الله ترجمة نانسي قنقر